شامم ريحة مش حلوة شامم اشتم رائحة كريهة بتخرج من افواه هؤلاء كبرى مقتن عند الله ان يقولوا ما لا يفعلون الناس دي الاخوان وتابعيهم ومريديهم بيشنوا حملة ضد المنتخب الحالي وتحديدا ضد النجم محمد صلاح انا شاممها حرب شائعات طلع لي فيديو قديم لمحمد صلاح وبتكلم عن التعليم يعمل لي مش عارف ايه يقول محمد صلاح ده لما جاب الجن وبيجري بيحتفل به انت بتحتفل به بهذا الشكل ايه انت ابدأ بقى ادور شغل اخوان عارفه حافظه شغل اللي بيحصل مع محمد صلاح الشغل اللي بيحصل مع المنتخب الحالي الشغل اللي بيحصل في البطولة ده شغل اخوان لإفساد المشهد الهدف مما يجري محاولة إفساد المشهد إفقاد المنتخب والجهاز الفني واللعيبة خاصة صلاح التركيز لأنه شايفين انه هذا العرص الرياضي والتنظيم الرائع الناجع والافتتاح المبهر ممكن يخلي الفريق ده ياخد البطولة ايه الحق دي مصيبة نوقف الدين نعمل ايه اخرج محمد صلاح عن شعوره ابدأ اهجمه ابدأ اطلع عليه شائعات ابدأ اخليه مش ممكن اللي بيحصل في مصر بيحصل من بعض الناس بيتلقفوا البعض في الخارج يبدأوا يتكلموا عليه احنا بنتكلم محمد صلاح ده مشروع محمد صلاح في حد ذاته مشروع مشروع يجب الحفاظ عليه انا بقول تاني حافظوا على محمد صلاح حافظوا على ابنكم النجم العالمي محمد صلاح ولا تصدقوا ولا تتبعوا ولا تعيدوا نشر شائعات خبيثة من اطراف خبيثة الهدف منها افقاد النجم محمد صلاح تركيزه في البطولة واخراج الفريق من حالة التركيز طلعوا فتنة محمد اسمه عمر وردة وغير 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 وبيطلع كلام ده ما علينا مش عقول اتكلم في التفاصيل لكن بقول تاني ان انا اشتم رائحة كريهة تحيط بالمنتخب وبنجم المنتخب محمد صلاح مصدر هذه الرائحة الكريهة كما هو العادة هي الاخوان وكتائبهم الرقمية او الالكترونية الذين لم يعد لديهم الا هي يتحركون بها يهاجمون يطلقون الشائعات في كلها نحن ندعم الكابتن محمد صلاح دعما مطلقا نحن ندعم فريق المنتخب الوطني لكرة القدم بشكل مطلق نحن ندعم ادارة الفريق واتحاد الكرة والجهاز الفني وبنشكر الجماهير المشرفة ما فيش حد اتكلم على التنظيم ما حدش اتكلم على سلوك الجماهير المحترم سلوك الجماهير المحترم التأمين اللفاق الوصف وزارة الداخلية اللي قامت بعمل خارق للعادة ما حدش اتكلم في هذه الامور بس بيصحبون في مكان بعيد عن الفكرة اتكلم وقول لك اصل محمد صلاح لما جاب الجون كان مكشر اصل محمد صلاح لما كانت مش عارف فين في ندوة في اسكندرية كان بيتكلم على التعليم مش عاجبه مدرسنا بقى وكذا وكذا بطلوا حقد بقول اللي بيهاجبوا محمد صلاح بطلوا حقد الله يرحمه الرئيس السنة قال انا اجد كرئيس دولة علاج لكل الامراض ولكل المشاكل الا مشكلة الحقد ملاش حال وقعدوا عن محمد صلاح بقول لاصحاب الشائعات ارفعوا ايديكم عن المنتخب عن محمد صلاح فهو في قلب كل المصريين وهينجح وهينجح ونجح وصل الى الافاق وبقول تاني الناس اللي بيعبثوا في هذا الامر ستقطع ايديكم ستقطع ايديكم لانه محمد صلاح محروس بعناية الله اتمنى التوفيق للمنتخب واتمنى التوفيق لصلاح وبدعوا كل الناس اللي على السوشال ميديا انهم لا يتتبعوا هذه الاقوال والاقويل والشائعات فهي خبيسة من خبتات